كل سنة وانتوا طيبين، سعدة ومتحنين، راضين وراضي عنكم رب العالمين الفنانة المصرية المعتزلة حنان تورك خطفت الأنظار لها من جديد بعد نشرها لصور رومانسية جديدة مع زوجها محمود مالك وهم بيقضوا أجازتهم الصيفية مع بعض وظهرت حنان تورك في الصور وهي بتوضح أنها بتعيش أفضل أوقاتها الرومانسية مع زوجها ونشرت اللقطة الأولى ليهم من خلال بوست وهم بيبصوا البعض بنظرات رومانسية بصحبة الورد والبحر واللقطة التانية نشرتها على ستوري حسابها على انستجرام وفي الصورتين كان تعليقها واحد وكتبت لم تكن انتقائي حبيبي انت نعمة وانهالت التعليقات على البوست من أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني بيتمنوا لهم حياة سعيدة وربنا يخليهم لبعض ومن ضمن التعليقات كان تعليق من الفنانة مي كساب اللي كتبت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض حبيبة قلبي والفنانة زينا اللي كتبت وحشتوني قوي ربنا يسعدكم يا رب وكانت الفنانة حنان تورك سبق ونشرت من فترة صغيرة على ستوري انستجرام فيديو من أجهزتها الصيفية اللي بتقضيها مع أسرتها وظهرت في الفيديو وهي لبسة ملابس السباحة وبتتزحلق على المية والجادير بالذكر الفنانة حنان تورك ما كانش من طرازها خالص انها تشارك صورها وتتفاعل على السوشال ميديا ولكنها بدأت تظهر وتفق عزلتها من السوشال ميديا خطوة بخطوة في الفترة الأخيرة وكان أول صورة تنشرها بعد غياب طويل كانت برضو مع زوجها محمود مالك لما نشرت صورتهم وهم قاعدين مع بعض بصحبة الورد وعلقت عليها نعم الله علينا كثيرة اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك تابعونا باستمرار ليصلكم كل جديد وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله